اكدت سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني الرئيس مجلس الشورى ان الرعاية الكريمة والاهتمام المتواصل الذي يحظى به الشباب والنشء من لدني حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفز هذه الفئة المهمة في المجتمع على تقديم المبادرات والافكار وابداء التطلعات والطموحات التي تصب في خدمة وتنمية المجتمع والعمل على النهوض بمكانة مملكة البحرين على كل المستويات جاء ذلك خلال حضورها نيابة عن معالي السيد علم صالح الصالح رئيس مجلس الشورى للحفل الختامي لملتقى الشباب البحريني التطوعي والذي نظمته جمعية البحرين للعمل التطوعي بالتعاون مع الاتحاد العربي للعمل التطوعي بشعار الشباب تجدد وثبت حيث اشادت الدكتورة باستجابة الحكومة المقرة بتسخير كافة الامكانيات الحكومية وتهيئة الظروف المناسبة التي تمكن الشباب من تنمية قدراتهم والاستثمار في كفاءاتهم نحو مزيد من الانجاز والتميز مبينتا أن الاستثمار في الطاقات الشبابية ينم عن رؤية وطنية ثاغبة تستهدف بالدرجة الأولى بناء جيال صاعدة تتمتع بالولاء والانتماء الوطني والرغبة والإصرار اللامحدود على البناء والتطوير والدفع بعجلة التنمية نحو مستقبل أكثر إشراغا وذلك في إطار منظومة العمل الوطني التي يتجلى فيها التعاون والتنسيق المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والعمل المشترك مع أفراد ومؤسسة المجتمع المدني الاحتفال اليوم طبعا ختام لمتتقم شباب بحرين تطوعي واللي قيم على مدى أربعة أيام جمع الشباب في تحت شعار الشباب تجد والثبات البحرين أولا طبعا الهدف هو تعزيز المواطنة الصالحة في نفوس الشباب وقارس القيم والمفاهيم الوطنية اليوم نختثم بتكريم المتميزين من شبابنا في عدة مجالات في الإبداع الإبداع الفني الإبداع في التنمية البشرية والإبداع في التنظيم والإدارة طبعا سعيدا اليوم أني أكون مشارك في تكريم ملتقى الشباب البحريني التطوعي وهذا الملتقى العاشر وأنا أعتقد أن مشاركتنا إن شاء الله تكون إضافة لدعم الفئة العمرية التي هي من 13 إلى 18 سنة الممكنهم يكون إن شاء الله عماد المستقبل في نشر ثقافة العمل التطوعي في مملكة البحرين وكذلك نقل تجربتهم إن شاء الله على مستوى الوطن العربي لأننا نحن فعلا بحاجة أن نعزز هذه الثقافة من خلال الأجيال ونعتقد أن فكرة جمعية العمل التطوعي بمملكة البحرين لها رسالة واضحة وسامية من خلال تدريب وتأهيل أبنائها لبرازهم للمجتمع بشكل مباشر وهذا أعتقد يصب في مصلحة الأبناء أنفسهم وكذلك خدمتهم للمجتمع بشكل مباشر في مملكة البحرين اشتركوا في القناة